مرحبا وأهلا وسهلا بكل متابعين حل السورية من أي بلد عم تتابعوني وبأي وقت عائلتي الحلوة دائما منورين اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد واليوم الفيديو رح يكون كله حماس ونشاط ورح نحكي بموضوع كتير مهم بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا إذا كنتوا عم تحضروني لأول مرة تفضلوا نضموا لقناتي رح تنور عائلتي بوجودكن ولا تنسوا تحطوا لي لايك على الفيديو وتشاركوا الفيديو مع كل أصدقائكم حتى تكبر عائلتنا الحلوة بأسر عوات بسم الله الرحمن الرحيم رح نبدأ مع بعض يوم جديد من أيام حياتنا إن شاء الله يكون خير علينا دنيا وآخرة هلا أول شي حاب أبدأ يومي معكم بكل التفاصيل هلا أول شي هون شو عملنا اشترينا هاد السخان فأسبنا الشغل أنا رح أبلش أرتب بالبيت وأحضر الفطور وجمال رح يركب السخان إذي كم يوم مريضة وأكيد واضح من صوتي الجو عنا برد بوز والمي نحن بنشتريه من الصهريج ومنعبية بالخزان فخزاني على السطوح 10 براميل أحياناً عم بيضار 5 ايام 6 ايام حسب ما يكون عندي شغل بالبيت واستخدامه هيك فالمي بالليل عم بتنزل درجة الحرارة كتير عم في الصبح نفتح الحنفية المي مبوزة فاليوم الحمد لله تيسرت واشترينا طبعاً هو بيسخن على الغاز هاد بيسع 6 لتر وفيه كمان 10 لتر وفيه يعني أشكال كتيرة بس نحن حبينا نجيبه انه حجمه صغير لأنه لسا ما بنعرف يعني كيف رح يكون شكل الخزن بالمطبخ وهيك قلنا انه هلا هاد بيمشي الحال وبالقيام ان شاء الله عود من غيره والصبايا يلي بيهمهم الامر هاد السخان سعره مع سعر الوصلات والأشياء يلي بتلزمنا لحتى نركبه مع انه نحن طبعاً تمديد جاهز يعني بس انه اشترينا السخان مع الوصلات اللازمة كلفنا 140 ألف رح احكي لكون اليوم شو عملت استدرجة نفسي ليش لأنه النفس دائمة بتقلنا يلا هلا لازم ما تقوم تصلوا شوي تاني لازم ما نقوم نرتب انا تعباني لازم شوي تاني فأنا لأ قلت اول شي لازم اقوم وارتب البيت لأنه ما حلوى يعني عائلتي قاعدين بالبيت والبيت مكركب طبعاً هاد الروتين انا صورته كان يوم عطلي هلا هون بعد ما جمال خلص تركيب السخان الحمد لله بصراحة اخد معه وقت كتير طويل طلع له قصص كتير ولازم نسبته بالحيات ووصلات وشغل كتير بصراحة الله يعطيه عافية يا رب وهلا رح ابلش اكنس السجاد بالبيت بما انه اليوم ما عندي حوسة يعني بس هيك ترتيب سريع فبل ما بهاي لمامة بس عندي هي السجادة الرسمة محفرة بقلبة فكتير بتعزبني شو بعمل يوم اي يوم لا بشيله بحطه على الحبل وبنخفطه كتير منيح اما لما بيكون مثلا انبيح عن النخفطه فما في الداعي بكتير نسبتني السريع كمان عندي شيء اساسي كل يوم لازم انشر الاحرامات مشان يتهووا يعني ساعتين ثلاثة بعدين بدخلن وبطالع كمان السفنجات وعنا الجو شمس وغيم شوي بطلع الشمس شوي بتغيم بس جو كتير حلو بس برد بعدين قلت انه ما حلوة لازم احضر فطور لعائلتي انه اليوم قاعدين بالبيت وهيك وجمال تعب كتير بتركيب السخان وانا قاعدة لازم اعقوم وشوي شوي بعدين قلت لازم اجلي الجليات بعدين لقيت حالي الحمد لله باخر اليوم انه مخالصة كتير شغلات بالبيت فالفكرة وين انتي لما بتفيق الصباح لا تقولي انه انا لساعة اليوم بدي اقوم واخسل وارتب واطبخ واجلي وما بعرف شو بهاي الطريقة رح تتعب نفسيا قبل ما تبلشي باي شي بالبيت انتي لازم شوي شوي اتهوني الامور على نفسك بشكل عام شو ما كان الموضوع هونو على نفسكن بس تقوموا وتبلشوا وتقولوا يا رب رح يخلص الشغل كله بسهولة يعني وبوقت سريع باذن الله طبعا انا بشكل عام بقسم شغل البيت يعني مثلا اليوم لازم ارتب هاي الغرفة وامسح الباب والشباك وامسح غبرتها البيت برا برتبه كله ترتيب سريع اليوم التاني بيكون مثلا لازم امسح البواب يلي ما مسحته قبل بيوم وهيك بهاي الطريقة بحافظ على نظافة بيتي كله وبنفس الوقت ما بتعب وخاصة بالشتي ما لازم نتعب كتير لانه الجو كله تعب ومرض لازم نحافظ على صحتنا وبنفس الوقت ما نحافظ على اشيائنا حلوة ومرتبة ونظيفة اليوم رح نحكي بموضوع كتير مهم طبعا الفيديو روتين تنظيف مع فطول فكل شي واضح ما في شي محتاج للشرح فحبت اني احكي بشي يهم كل ام عم تسمعني الفكرة كيف؟ اغلب الامهات بيعانوا مع ولادهم انه مثلا بتلاقي الطفل عصبي عنيد الطفل عم يكركب عم يأذي وفي كتير اطفال التعامل معهم صعب بصراحة وانا يعني ببصم لكم بالعشرة متل ما بيقولوا فانا ان شاء الله رح احاول اعطيكم حلول افكار رح اتفيدكن بس اليوم الفكرة كيف؟ انا حاب اعطيكم حكمة وعبرة ممكن تلاقوا الحل فيه بغض النظر عن شو هي المشكلة وشو هو الحل انتي لا تحكي لا تقولي انه ابني ما منيح شوفي ابن اختي احسن شوفي ابن جارتي اهدى انا مالي حظ انا ولادي ما بعرف كيف هاي الكلمة قوعك تجيبيه علسانك ولا حتى تفكري انه بينك وبين نفسك تحكيه بعقلك الباطني هاي اهم شغلة الشغلة التانية اليوم رح احكي قصص حقيقية حكيت ليها عمامة قصص صارت مع امهات عاشوا وتوفوا بس الشي مر بحياتهم القصة الاولى كانت لام هاي الام عندها اربع خمس ولاد وكلهم كانوا صغار يعني سنة ونص طنة ونص كانت تحمل وتجيب ولد جديد المهم فهي الام كانت من النوع العصب كتير يعني يعني انه هي ما بتحب هيك كتير الضوجة وهيكو بتعرفوا الولاد بدهم بالي كتير طويل وكان عندها بيت عربي كبير فبده شغل كتير وتنظيف وبتعرفوا اول يعني كان الشغل كتير بيكون على ست البيت المهم هدول الولاد كانوا من النوع اللي بيلعبوا كتير وبيأذوا قصص كتير فهي كانت كن ما تعصب عليهم وهي عم تشتغال وهن عم يكاركبوا تداي عليهم الله لا يوفقكن والله لا يخليكن ومنها الدعاء الصعب كتير مع الاسف وبيوم من هالايام كانت هي كتير معصبة وعم تعزل وكان ولاده كتير عم يكاركبوا فابنه الكبير كتير يعني كانك عم يأذيلها بالبيت ويعزبها ام راح ادعت عليه فبعد شوي راح نزل مع ابوه على البلد كانوا عم يعدوا من جنب سكة القطار الولد ترك ايد ابوه ورجد وصار تحت القطار وعافسوا القطار مع الاسف شو بدي احكي لكم كل الشي الصعب ممكن تسمعوه بالحياة صار معا ما عادت تاكل صارت تتعصب تبكي صار معا امراض كتير من كتير الزعل والقهر صارت تحس انه هي كانت السبب بان هيك صار مع ابنه ما عادت حبت الحياة ولا عادت حبت حالة حتى زوجها راح تزوج عليها لانه ما عاد يتحمل الشي اللي كانت عم تعمله وانه ما عادت تهتم لها بنفسها ولا في ولا حتى بالبيت القصة التانية كانت لام طبعا هذور التنتين كانوا جيران باس جدي بالحارة عمامي بتعرفهم شخصيا وهي اللي حكيتلي قصصهم الامة التانية كانت عندها عشر ولاد كلهم ولاد صغار ست صبيان واربع بنات الله يحميلها ياهن هاي الامة كانت حدا دين كتير يعني متعمقة كتير بالدين والشي اللي رب العالمين امرنا فيه ونهانا عنه فهذا الشي خلا تكون اخلاقها حلوة كانت تعاملة مع ولادة انا كتير حبيته اول الشي قالتلي عمامي ولادة كمان كانوا كتير يضوجوا ويلعبوا ويطلعوا ويلعبوا بالحارة ويدخلوا يوسخوا البيت بس هي كانت شو تعمل تدعي عليهم شو تقول لهم الله يحميكم الله يبعث لكم زيارة لعند الرسول عليه افضل والصلاة والسلام الله يفرحني فيكم ان شاء الله بتكبروا بشوفوا ولادكم عب يعملوا متل ما انتم عب تعملوا وهي باكتر حالات العصبية والتعب والارهاق من شغل البيت ومضغوطة هيك كانت تحكي مع ولادة دا كان دائما دعاء بذكر رب العالمين بان الله يحميكم الله يصلحكم الله ينزل عليكم هيك هداية من عنده حكيتلي يا مامي انه لما كان يقعدوا مع بعض شو كانت تقول لها كانت دائما تقول لها انه انا لازم اتحملهم لولادي اذا انا ما تحملتهم مي بدا يتحملهم اذا انا ما صبرت عليهم ما دعيتلهم ما كنت معهم ما سمحتلهم يعيشوا طفولتهم يلعبوا يضوجوا ياخدوا راحتهم اذا انا ربطتهم كيف انهم رح يطلعوا بالاخير ناس مناح؟ فالفكرة كيف انه نحن لازم نتحمل ولادنا ما لازم نقول انه عاب يعزبونا عاب يكاركبونا معلش خلي يعزبونا خلي كاركبو البيت خلي يكسروا خلوا يعملوا يلي بالدنيا بالنهاية هاي فترة صعبة ورح اتعدي يعني مستحيل ما تعدي ليش لانه الايام عم تقلب هننا عم يكبروا عم يوعوا عم يصيروا يفهموا الصحة من الخطأ اكيد رح يصيروا يعملوا الشي اللي بريحنا ما رح يعملوا الشي اللي بدايقنا هلا نحن ما منقول انه هاي الام كانت حدا عصبي حدا ما منيحها حدا دائما متوتر حدا عم يدعي على ولاده فتوفى ابنه فهي كانت السبب لا ولا منقول انه هاي الام كانت حدا منيح فكانت عم تدعي لولاده بالصلاح والهداية فطلعوا ناس منيح لا في حكمة بالموضوع الحكمة كيف؟ اول الشي اولادنا عم يتأثروا فينا بنفسيتنا بطريقتنا بالحياة بطريقة كلامنا وكلامنا لما بيكون منيح رح يخليهم يهدوا رح يخليهم يحسوا بالامان لانه نحن الملازل امن لقلهم ولما بنكون نحن دائما معصبين ومتوترين وعم نبهدلهم وعم نضربهم وعم نتعامل معهم بيعنف فهذا الشي رح يأثر على حياتهم رح يطلعوا اشخاص مثلنا فالفكرة كيف انه ولادنا بيتأثروا فينا نحن كيف هنا رح يطلعوا مثلنا فانت كيف حابة انه ولادك يكونوا بالحياة كيف طريقة حياتهم طريقة تعاملهم مع الناس كوني انتي هيك حتى لو انه رح تتعب كتير حتى تعدلي من شخصيتك حتى اذا كنت معصبك فهدي نفسك اربطي نفسك حسبي كل حرف عم تحكيه معهم صدقوني رح يتأثروا فينا كتير وعم يتأثروا واغلب الاطفال اغلب العالم بتلاقيهم بنسخة طبق الاصر عن اهلهم ليش لانه هن اللي ربوهم ولا تتسرعي لا بكلامك ولا حتى بطريقة وانتي معصبك لا تتسرعي باي شي كل شي ممكن بالايام تندمي عليه ليش لانه مثلا خلينا ناخد حكمة من هاي الام كانت بلحظة غضب ما تحملت انه ابن الطفل ما بيفهم انه هي عم تعزل هي ما يفاضي هي نفسية تتعبانة هن الاطفال ما بيفهموا فينا فراحت دعت عليه فتوفى ابنة خسرت حياتها كلها وبنفس الوقت حست بتقنيب الضمير الامة التانية كانت وعية اكتر كانت عرفانة كيف عبتتعامل مع ولادة بشو عبتدعيلهم كيف عبتتصرف معهم فالحمد لله لقيت النتيجة رجال بينرفع فيهم الراس بنات ستات بيوت نسخة طبق الاصر عن امهم اخدوا مننا الحكمة الصبر التعامل كيف لازم بلحظة الغضب نكون كيف لازم نكون تصرفاتنا مع ولادنا فقالتلي يا مامي سبحان الله طلعوا العيلة كل الشي بينرفع فيه الراس وبينحكي عنه بالحارة كله فأي ام هلأ عم تسمعني انتي لا تحكي لا تقولي انا ولادي ما منع عم يعزبوني ما عم اعرف اهتم بنفسي انا راح عمري على الفاضي انا راح شبابي على الفاضي هاد الكلام ياللي مع الاسف منسمعه من اغلب الامهات لا تقولي انا ولادي راح يجننوني هاد الحكي لا تقولي حتى بينكم بين نفسك لانه هادول الاطفال هن النعمة من عند رب العالمين نحن بايدنا فينا نحافظ عليها فينا نخليها شي حلو بحياتنا شي حلو باستمتاعنا بكل اللحظة معهم وبايدنا فينا نخليها العكس فمشان هيك اعودوا شوي مع نفسكم رتبوا حياتكم نظموا افكاركم خلوا كل شيء له وقته وصدقوني مع الترتيب والنظام فينا نعمل كل شيء فينا يكون معنا وقت كتير كبير لانه نرتاح ولانه نهتم بنفسنا ولانه نعمل كل شيء بالحياة مع انه نكون عم نستمتع بهاي النعمة الكتير كبيرة يلي اغلب الناس محتاجين لنظرة من هالاطفال يلي هن اطفالنا ونحن عم نقعد ونحكي ونقول هن ما منح وعم يعزبونا بحياتنا وبكل فيديو ان شاء الله راح نحكي بموضوع يهم كل ام ويفيده بحياته بطريقة تفكيره بطريقة تعامل مع اطفاله والله يحميكن ويساعدكن ويصبركن ويخليلكن هالنعمة الحلوة بحياتكن والله يطعم كل حدا مشتهي يا رب واهم شيء خلو دائما هيك بين تفكيركن وبين عيونكن انه هدول الاطفال هن النعمة ونحن لازم نحاول انه نحافظ عليها انه نخليها تكون شيء كتير كتير حلو استمتاع بكل لحظة عم تمر بحياتنا هاد اهم شيء ولا تتسرعوا ولا تخلو لحظة غضب تخليكن تخسروا كتير ولا تنسوا كمان تكتبوني بالتعليقات انه شو هو الموضوع اللي حابين نحكي فيه بالفيديو القادم ان شاء الله ولهن حبايبي اصلت معكن لنهاية الفيديو ان شاء الله يكون استفدتوا واستمتعتوا معي وان شاء الله دائما تضلوا بألف ألف خير يا رب وبانتظار تعليقاتكن وكلامكن الحلو وسلامات